العجينة حقت المنتو ما في اسهل منها دقيق مو يدافع ملح بس والعجينة تكون قاسية ما تكون طرية لما تخلو العجينة لينة المنتو حيجلد معاك ويصير مكويس فكل ما خليتي العجينة يابسة يصير عندها قدرة العجينة انها تمتص البخار بدون ما تجلد طيب شوفوا انا مستخدمة دقيقة سعودي البروتين في 11 جرام استخدمت موية كوبين الا ربع موية دافية شوفوا العجينة لما انتجوا تعجنوها شايفين شكلها يعني في العجانة ما تخلوها تصير عجينة كاملة ومتكاملة مهما كانت قوة عجانتك عشان نحن نحتاج عجينة المنتو وعجينة اللغمن نحتاجها تكون قاسية مهما كانت قوة عجانتك العجانة هتخرب فايش نعمل احنا نخليها نعجينها نخليها توصل لدالشكل كتر شايفين دحين راح نعجينها بيدنا نجمعها ونعجينها كويس بيدنا ونخليها على جنب ترتاح طبعا هي قاسية دحين تشوفوها طيب بس لما ترتاح هتطرى وتصير حلو بس ما تطرى كمان تصير مرة لينا احنا نبغاها سهل نتحكم فيها كل ما تكون قاسية فكل ما تكون العجينة يابسة كل ما هتتحكم فيها وقت التشكيل يكون افضل ما تكون طريقة مستحيل حتقدروا تقرسوها حتتميع معاكم غير انها تجلد وقت الطبخ فهذا هو السر الاساسي في المنتو العجينة فراح نعجينها الين تصير ناعمة ونخليها ترتاح من ساعتين الى ثلاثة ساعة لما تعجنوها لازم تناحجوا كده اعتبروها رياضة شوفو العجينة يابسة ونعمة وحلوة دحين مع الشتاء هتاخد معنا وقت عشان ترتاح وتطرق كده وتصير حلوة ونقدر نبدأ نشكلها من ساعتين الى ثلاثة ساعات في الصيف ساعة واحدة الى ساعتين بتكفيكم ترتاح نحن رح نحطها في زبدية ما تدهنوا زيت ولا شي الزيت في عجينة المنتو العدو اللدود هو اللي يخلي العجينة تجلد نغطيها بالنايل ونمرة كويس ونخليها ترتاح ونكمل باقي الخطوات ان شاء الله وهنا عندنا الحشوة حكة المنتو انا احب استخدم لحم غنم حري مرة افضله وممكن السواكني كمان كويس بس انا افضل دائما يكون حري ويكون طازة شوفوا لون اللحمة كيف طازة ودائما اقول لجزاري فرملي هي فرمتين خشنة يكون اللحمة خشنة انو لحمة المنتو الافضل ان تتقطع بالسكينة بس خلاص ما عد سراحة يقطع بالسكينة فاني اعملها خشنة عشان ما تكون نعمة وتسيزيك انها كباب شايفين كيف لا انا هتجنل ما شاء الله طبعا انا احب اضيف شحم هذا اختياري المنتو كل ما كان دهنة اللحمة فيها كويسة كل ما كانت اللحمة من جوة مفرفطة ما تكون اللحمة يابسة وزي الحجر لا تكون مفرفطة معاكي وهو السر في الدهنة فاني عندي هنا اللحم حطت معاه الشحم رح حط عليه مل بفلفل اسود ونقطة صغيرة قرومفل وعندي بصل مفرون وكوسة دي اختيارية طيب شوفوا الكوسة اختيارية في ناس تحب تحط قرع في ناس تحط تحط كوسة طبعا هو المفروض انها تتقطع مكعبات مرة صغيرة بس احنا برضو عشان نسرع الموضوع نحط كوسة ايش فائدة الكوسة تديها طعم لذيذ وتدي طراوة مرة رهيبة للحمة مرة رهيبة للحمة ومح يبان بالذات لو بشرتوها ترى ما حتبان جوة اللحم حقت المنتو احنا صراحة منتو بدون كوسة ما نحسه مرة لذيذ البصل يكون كميته محترمة ويكون مفروم فرم ناعم زي كده يا اما بالسكينة او بالفرامة هذا بالفرامة والموضوع القرنفل طبعا البهارات اللي تتحط للمنتو ملح وفلفل اسود ده الاساس انا حب اضيف نقطة قرنفل زي بابا تديني طعم مرة لذيذ بس نقطة مرة صغيرة طبعا المودع كله حنا حنحط مرة نقطة صغيرة هنا تديكي كده طعم مرة لذيذ للمنتو بخصوص اللحمة المفرومة كل ما تخلوها خشنة حتضطروا انكم تستهلكوا لحم اكتر كل ما تخلوها نعمة حتستهلكوا لحم اقل شوفوا حجم اللحمة كيف زي كأنها مقطعة بالسكينة فالمنتو لو تبوه يكون مرة لذيذ حت يعني يكون حجمه زي كده كبير ممكن تفرموها انها من نقطة تصغيرة عندها الحجم يعني ممكن يكون برضو ممتاز خلاص شوفوا هنا قسمنا العجينة الكور تقدرو زي كده تقسموها الكور حسب ما تحبي او تفرديها بالفراد الكهرباء قطعة كاملة وبعدين تقطع الدوائر زي ما تحبي بالطريقة اللي انت تقدريها تعمليها شوفوا كل ما تفردوا العجينة حاولوا قد ما تقدروا انها تكون متغطاية عشان ما تنشف لان احنا زي ما اتفقنا المواية في العجينة تكون مرة قليل فقد ما تقدروا ما تحطوا دقيق كتير وانت بتفردوها وما تخلوها مكشوفة ختنشف مرة بسرعة لازم تغطوها نيجي عند الحشوة طريقة القرطصة اللي ما فيها تسوي القرطصة تقدروا تخطوا اللحمة تلفوها زي البكشة يعني فيك تسوي الحركة لما تحطي اللحمة حاول ان كنت تتخطي اللحمة بكمية كويتة يعني زي كده يعتبر مرة قليل لما تحطي حشوة قليل المنتوح هيصير كله هوى كده ومجاعة ممكن تقطع معاك ولو خطاتي كمان بزيادة هتتقطع معاك العجينة وانتي قاعدة تلخطيها يعني شوفوا زي كده نحن تخطوا كمية شوفوا تبدأوا زي كده هذي المبتدئين شايفين المسافة اللي اللي بين اللحم بين الحشوة والعجينة زي كده تكون عشان تكون ماسكة نفسه ويصير شكلها مرة مرتب بعدين حتدخلوا الجزء دال جوه تضغطوا على هنا ابراهامكم اللي ضغطيها ابراهامك فيها واتدخليها على جوه وتاخد دي معاك شوف هي أصن لحالة كتتزم معاك شايفين اقلي بيها عشان يسير سهل عليك ارجع ادخليها جوه اضغطي على دي امسك الجزء دا اضغطي عليه شوية تاخدي من اليمين شوية تاخدي من اليسار يمين يسار يمين الان توصل الى النص وشوفوا كيف صار شكلها تطفيرتها مرة مرتبة وحلوة تلت طريقة مرة سهلة بس انه يدك تاخد عليها يدك تاخد عليها هتشوفيه مرة سهل شوفوا حبايبي معلومة مهمة وارجع اعيدها مرتاني لانها مرة مهمة اللحم المفروم ما يكون الموية فيها كتير حاولوا تخطوا صفايا لو اللحم مفرزن عنده فاولكم حطوا صفايا لانه الموية لما تكون كتير تكفيه لحتصير صعبة من تحت الموية حتقطع لك العجينة وخلوا لحمتكم دايما او حشوتكم ناشفة في قدر المنتو كل دور راح تدهنوها بسمن او زيت انا افضل السمن تستخدموا سمن نباتي او سمن حيواني زي ما تحبوا يفضل يكون سمن بقر ما يكون غنم عشان الله يغير الطعام او زيت في ناس تحب زيت وانا احب احض السمن عشان ما يلصق المنتو تحت موسيقى 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 ثلاث اربعة تقريبا ورح نحط فيها سمن السمن طبعا احنا الريدي اصلا كمان نحطين سمن بس يخلي العجين طري والخل كمان رح نحوط خل اسود الخل الاسود يخلي العجين طري وفي نفس الوقت ما يعمل لي عشان هذا المنيوم ما يعمل لي اماريات كده سودة هنا كمان رح نحط ملح كان نبدي نسلق مكورنا وعنى مط Leo نحط على الان نطبع عاليه ونخلي هاتغلي مرة كويس مرة ضروري انه معن نحط المنو والمواية باردة Kahly attihli poll Q quiz على معنى خلص باقي الادوار حقت المنو خلاص مون يغلية طبعا لوما نكون المنو مفرزا ما تكانه الم mole عليه المنج يستمرつى المفرزا على طول وهي معравля باردة اه تحط المنتو يللي تحط المنتو وهو ثلج يعني مباشرة من الفريزر على النار تكون المياه باردة وتخلوه إليه لما انتغل المياه تخلوه نسعة خاصة حني غطي عليه والنار تفضل عالية ونحط عليه تقول لازم نحط عليه حاجة تقيلة عشان ما نحاول نخلي البخر قد ما نقدر جوه خلاص نخليه كده بالضبط خمسة وعشرين ثمانية وعشرين دقيقة بيكون خلص شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف المنتو استوى ده حين اش نعمل راح نرش بمياه مياه من الصنبور ليش مياه باردة يعني عشان نوقف طبخه خلاص نعمل زي الصدمة ونخليه تفكك بسرعة يعني ما يفضل لاصق في بعض خلاص ونبدأ نغرفه في صحنة التكديم شوفوا كيف الحبة من تحت ما تقطعت عشان حطي لنسمن وما تخلوها مرة خفيفة العجينة وما تخففوها بالزيادة هيصير المنتو من تحت تقطع المنتج تشيلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر